بحمد الله استمر تحسن أداء المجموعة بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2023 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تفوق الـ 141% لتصل إلى 333.400.000 دينار كويتي وذلك مغارة بنفس الفترة من العام السابق وهي أعلى أرباح فصلية ليس فقط في تاريخ بيتك إنما كذلك على مستوى الغطاع المصرفي الكويتي وعليه بلغت ربحية السهم أكثر من 22 فلس بنسبة نمو تجاوزت 73% مغارنتين بنفس الفترة من العام السابق ولله الحمد كذلك حققنا ارتفاع بصافي إرادات التمويل بنسبة بلغت أكثر من 43% لتصل إلى 458.500.000 دينار كويتي مغارنتين بنفس الفترة من العام السابق وأخيرا ارتفع صافي إرادات التشغيل بنسبة بلغت نحو 59% إلى أكثر من 489.000.000 دينار كويتي مغارنتين بنفس الفترة من العام السابق هذه أعلى أرباح فصلية يحققها بيتك ما مغزى هذه الأرباح بالنسبة لبيت التمويل الكويتي وأيضا القطاع المصرفي بدون شك هذه الأرباح القياسية والتاريخية تعزز مكانة بيتك محليا وعالميا وتدعم قوة المالية والاعتبانية مما يعطينا الغدرة في بيتك على تومي الصفقات عملاقة وكذلك تساهم إيجابيا بتعزيز مكانة الغطاع المصرفي الكويتي بشكل عام وتنافسية الاقتصاد الوطني كلمنا عن أبرز الفوائد والمزايا التي ترتبت لبيتك بعد الاستحواذ على البنك الأهلية المتحدة فضل ترتب على الاستحواذ الكثير من المزايا الإيجابية على سبيل المثال دعم الأرباح والمركز المالي ككل وكذلك كافة المنشرات المالية الهامة بالإضافة لتحقيق الانتشار الأقليمي والدولي ونتيجة الاستحواذ على الأهل المتحدة البحريني أصبح بيتك أكبر بنك في الكويت من حيث حجم الأصول وكذلك من حيث القيمة السوقية والتي تداوزت 11 مليار دينار كويتي مما يعني أن بيتك هو أكبر شركة مدرجة في برصة الكويت ومثل ما ذكرت سابقا استطاعنا تسجيل أعلى أرباح فصلية على مستوى الغطاع المصرفي الكويتي ولله الحمد كم بلغ معدل كفاية رأس المال بالنسبة لبيت التمويل الكويتي؟ لله الحمد بلغ معدل كفاية رأس المال لبيتك حوالي 16.5% وهو أكثر من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية وطبعا هذه النسبة تؤكد على متانة المركز المالي لبيتك طب وإذا تحدثنا عن سياسة التخارجات هل أنتم مستمرون فيها؟ نعم مستمرين في سياسة التخارجات وهذا ضمن استراتيجية بيتك في التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق إن شاء الله للصدامة في الأرباح مستقبلا أود أن أسألك عن نسبة التمويلات غير المنتظمة ونسبة التغطية بحمد الله بلغت نسبة التمويلات الغير منتظمة للمجموعة حوالي 1.5% والتي يتم احتسابها وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي أما بالنسبة لتغطية الديون من المخصصات في الله الحمد تجاوزت 500% لبيتك الكويت وأكثر من 312% على مستوى المجموعة وبهذه المناسبة نسألك أيضا عن المخصصات بالنسبة للمخصصات فقد انخفضت خلال النصف الأول من عام 2023 بحوالي 43% مقارنتين بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت حوالي 26 مليون دينار كويتي وهذه المخصصات تشمل التمويل والاستثمار وبخصصات إضافية احترازية أخرى التحول الرقمي شعار ترفعه جميع المصارف ما موقف بيتك من استراتيجيات التحول الرقمي؟ ما زلنا مستمرين في استراتيجيتنا في طرح خدمات وحلول مالية واستثمارية مبتكرة للعملاء معتمدين على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وذلك لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز تجربة العملاء المصرفية فضلا زاد حجم استخدام العملاء للخدمات المصرفية الرقمية على الموبايل والموقع الإلكتروني خلال نصف الأول من عام 2023 لتصل النسبة إلى حوالي 40% وإلى أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية إذا ما قررناها بنفس الفترة من العام السابق وهذا طبعا النمو الملحوظ يؤكد ريادة بيتك في التحول الرقمي وسهولة استخدام خدماتنا المصرفية الرقمية سواء على الموبايل أو على الموقع الإلكتروني طيب أختتم هذا اللقاء بسؤالك عن مبادرات بيت التمويل الكويتي فيما تعلق بالاستدامة مثل ما أنت عارف أخي وسامة لدى بيتك العديد من مشاريع الاستدامة حيث يعتبر بيتك أول بنك في الكويت يصدر تغيير البصمة الكربونية وهو أول بنك يقوم بإصدار بغطاقة ايتمانية مع تدويرها بلسبة 85% كذلك اعتبر بيتك أول بنك يحصل على شهادة تغيير الاستدامة جي ساس المستوى الذهبي عن معرض كيفيتش أوتو الصديق للبيع ولدينا أيضا مشاريع استدامة مختلفة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهذا التمييز فر الله كان محل تغيير عالمي وأثمر عن فوز بيتك بجواز مختلفة من جهات مرموقة وهذا الجواز على سبيل المثال أفضل بنك في الاستدامة في الكويت والشرق الأوسط وكذلك جائزة أفضل بنك إسلامي في الاستدامة على مستوى العالم